الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعليم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي الاقتصاد الرياضي رجاء انتباه مثال على دالت ومضاعف لغرانج طبعا للأمانة انه راح نركز فقط على مضاعف لغرانج في هذا المثال مضاعف لغرانج فهذا المضاعف من اهم استخداماته في الاقتصاد الرياضي هي عملية وطبعا سنبين ذلك بمثال ان شاء الله على بركة الله نبدأ ارجو ان يكون فيه الفائد العبمة لكافة احبت الطلب المتابعين لهذه القناة التعليمية وبخاصة لطلبة الاقتصاد الرياضي السيدة اسلام العمرات والسيدة ايمان الزعب في جامعة يرموك نحتاج كما ذكرت قبل قليل في بعض الاحيان والحالات الوصول الى ما يسمى بالحال المثلى الحال المثلى اللي هي تسمى Optimum State لدالة Function ما طبعا عندما نضع قيدا ما على هذه الدالة لنفترض ان نريد ان نعظم الانتاج لكن الانتاج طبعا يحتاج الى مدخلات انتاج Labor Capital اللي هي العمال ورأس المال وهناك يعني قيد بالاسعار ولدينا فقط مثلا 10,000 دينار او 20,000 دولار وهكذا فلا يمكن ان ننفق على العمال ورأس المال اكثر من هذا المبلغ وبالتالي نريد ان نعظم الانتاج خضوعا لهذا القايد لنفترض عاصم مثلا ان كما ذكرت الان هناك دالة انتاج هذه دالة انتاج من طراز كوب دوغلس من الشكل الاتي هذه دالة الانتاج Q كمية الانتاج هذه هي دالة في المدخلين الاتيائين هنا الان Labor اللي هو حجم العمالة ورأس المال يعني K اللي هو حجم رأس المال تساوي طبعا هذه الدالة اللي الضمني هنا الان شكلها الصريح بيكون كما يأتي A هذا ما يسمى بالإفشنسي برامتر او معامل النجاعة يعني نجاعة وكفاءة العمالة ورأس المال في الانتاج فA مضروبة في الهي هذه الان حجم العمالة لكن حجم العمالة مرفوع للقوة ألفة ومضروب كلاتها في حجم رأس المال لكن رأس المال مرفوع للقوة بيتا إذن A L ألفة K بيتا هذه الان دالة الانتاج من طراز كاب دوغلس كما ذكرت دالة انتاج كيو تعتمد على بطريقة على حجم العمالة وحجم رأس المال وهنا طبعا النجاعة نجاعة او كفاءة رأس المال نكمل الان الدالة مرة أخرى هنا وضعنا الدالة مرة أخرى لكن الآن لنفضل بأن المنشأة تواجه الآن هذه التكاليف هنا الآن تكاليف Total Info Cost C وأسعار مدخلية الانتاج الآن سعر الليبر اللي هو العمالة سعر العمالة باللون الأحمر و سعر رأس المال هو كما يلي العمالة سعرها W اللي هو معدل الأجور و سعر رأس المال هو R اللي هو سعر Cost of Capital يعني Apportionate Cost أو كل فرصة البديلة فلذاك على التوالي طبعا لذلك الآن المطلوب أن نعظم كمية الانتاج خضوعا لهذه التكاليف أي أن قيل التكاليف هو كما يأتي الآن قيل التكاليف هو الآن Cost of Labor and Capital يساوي معدل الأجور مضروب في حجم العمالة زائد كلفة الفرصة البديلة اللي هي Cost of Capital مضروب في كمية رأس المال نقوم الآن بترتيب دالة لغرانج الآن ندخل بموضوع دالة لغرانج خلنا نميزها الآن باللون الأحمر هذه دالة لغرانج التي تأخذ الشكل التالي الآن وضعنا دالة دالة كوب دوغلس كما يأتي هنا في الطرف الأيمن جيل الآن دالة لغرانج تساوي دالة كوب دوغلس مضاف إلها القيد لاحظوا القيد C الكلفة الكولية التي تريد المنشأة أن تنفقها على الليبر والكابتل لاحظوا أن C مطروح منها معدل الأجوه مضروب في حجم العمالة مطروح منها كذاك الأمر كلفة رأس المال مضروب في كمية رأس المال إذن C تساوي هنا داخل قوة تساوي صفرا لأنه هذه اللي نفضل لها ألف دينار بنطرح منها الكلفة يعني ألف نروح منها جزء هنا ونروح جزء هنا هنا فهذه لامدة تسمى معامل لغرانج معامل أو نسمى مضاعف مضاعف لغرانج اللي هو من نستخدمه في تعظيم الدال لهذه الدالة طبعا لاحظوا الآن إذن دالة كوب دوغلس وضعناه هنا في الطرف هذا الأيمن أضفنا إلها مضاعف لغرانج لامدة لكنه مضروب بكمية هي أساسا صفر الآن هي صفر ومن هنا نبدأ لكن عملية التعظيم الآن ستعطينا النتيجة لها معنا إذن الآن آخر صيغة توصلنا إلى هذه اللي هي دالة لغرانج تساوي A القوة ألف في مضروب في K القوة بيت زائد لامدة اللي هو مضاعف لغرانج مضروب في حاصل طرح الكوس من كلفة العمالة وكلفة رأس المال يساوي صفرا داخل الكوس الآن إذن نقوم الآن باشتقاق G هذه الجيل الآن نشتقها جزئيا مرة واحدة بالنسبة لمدخل الإنتاج اللي بر اللي هو العمالة ثم بالنسبة لمدخل الإنتاج اللي هو الكابيتل أو رأس المال وأخيرا بالنسبة للمضاعف اللي هو لاندا هذه تعطينا ما يسمى بالمارجنال كوست أو الكلفة الحدية وسأبين ذلك بعد قليل الآن أولا هذه المشتقى الجزئي الأولى بالنسبة للليبر يعني اشتقينا هذه الدالة هذه الدالة اشتقيناها بالنسبة لكمية العمالة إذن الآن ألفة هذه تصبح يا معامل هذه المعامل مضربة في مضربة في القوة ألفة ناقص بيتها عفوا ألفة ناقص واحد هذه تبقى كما هي بالشتقاق الجزئي ناقص لاحظوا لي لامدا عندما نشتق بالنسبة للليبر هنا بالمعادلة اللي هي هذه المعادلة عندما نشتق بالنسبة للليبر فتصبح الآن ناقص ديبليو لامدا أو لامدا ديبليو طبعا نسويها بالصفر بتكون هي المعادلة الأولى التي نحصل عليها الآن المعادلة الثانية المشتق الجزئية الأولى بالنسبة لرأس المال إذن partial g partial k تساوي beta الآن مضروب في مضروب القوة الفتاقة كما هي مضروب في k beta ناقص واحد ناقص lambda في R كما اشتقينا هنا الشيء تقريبا بنفس الطريقة تساوي صفر حتى نعظمها وأخيرا partial g partial lambda اللي هنا ده مارجل كوس يساوي c ناقص w l اللي هو كل شيء داخل قوس هذا القوس كل شيء داخله ناقص w l ناقص rk 7 ومن هنا الآن نقوم الآن بالتعامل معها وكأننا عنا الآن كما أذكر هنا لدينا الآن ثلاث معادلات معادلة الأولى الثانية الثالثة بثلاثة مجاهيل المجاهيل هي l وk ولاند طبعا نكمل مثال بالأرقام اللي نفترض بأنه الآن لدينا دالة بشكلها الصريح كما يلي q كمية إنتاج تساوي f يعني هي function f of l n k تعتمد يعني هذه الدالة q على labor وال capital تساوي 10 مضروب في حجم العمالة المرفوع للقوة ربع مضروب في حجم رأس المال المرفوع للقوة ثلاثة أربع يعني نتحدث الآن عن constant retainer scale أو العائد الثابت على الحجم كما تعلمنا باقتصاد الرياضي المبادل والكوس الذي تتحمل المنشأة التكاليف تساوي 100 100 وحدة معرفة 100 مليون 100 ألف ما لا يهمنا الآن وحدات القياس لكن ثمن وحدة العمالة w يساوي 10 وثمن وحدة رأس المال كلفته يعني تساوي 20 إذن هذه الأشياء التي إذن هذا هو القيد وهذه الآن دالة الانتاج نقوم بترتيبها كما يلي أولا تصبح دالة لغرانج كما يلي g تساوي 10 مضروبا في L القوى 4 مضروبا في K القوى 3 4 زائد لامدة مضروبا في داخل القوس لا حدول القوس هنا 100 ناقص 10 في L ناقص 20 في K تساوي صفرا يعني كأنما أضبنا صفر لكن هذا الصفر سيكون له معنى بالاشتقاؤ إذن نشتق الآن المشتق الجزئي الأولى بالنسبة لحجم رأس الماء عفوا العمالة تساوي فعلا تصبح الآن هذه الربع تصبح المعامل اللي هي 1 على 4 ربع مضروبا في 10 هنا هذه 10 طبعا بروح منها قوة L اللي هي فاصل 25 بروح منها 1 صحية فتصبح فاصل سالب طبعا 75 مضروب K للقوى 75 تبقى كما هي ناقص 10 لامدة أو لامدة في 10 جساوي صفر إذن هذه أول مشتق الجزئية اللي هي The Marginal Product of Labor أو الناتج الحدي بالنسبة للعمالة نكمل الآن آخر نتيجة هذه النتيجة التي حصلنا عليها قبل قليل من هذه النتيجة بعد ما نبسط يعني نصير عندي 10 لاحظوا لها بسطها وهي تبسيطها الآن 10 لقوة 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 فاصلة 3 4 ل 75 هذه الآن نزلناها على المقام فتصبح إشارتها موجبة وأربعة مضروبة في أل القوة 75 تساوي 10 لامدة لأن نقل 10 لامدة إلى الطرف الأيمن إذن لامدة تساوي K على 4 L هذا الآن يعني الصيغة التي توصلنا لها بأن لامدة تساوي K على 4 L الآن ثانيا المشتق الجزئي الأول بالنسبة لحجم رأس المال يساوي 3 4 اللي هي 0.75 هذه 0 اللي هي نقبة أو 0.75 فهي 3 4 مضروبة في 10 مضروبة في L تبقى كما هي L كما هي في المعادلة الأصلية لكن كي تروح منها قوة وتروح منها 1 صحية وتصبح سالب 25 بعدين الآن لما نشتق بالنسبة ل L فهذه تصبح الآن سالب 20 لامدة يساوي 0 من هول حالنا الآن من يعني من بسطها تصبح 30 L على 4 K تساوي 20 لامدة إذن لامدة تساوي الآن هذه النتيجة التي توصناها بأن لامدة تساوي 3 L على 8 K 3 L الآن نكمل نحظول أنه آخر نتيجتين لامدة تساوي هذه القيمة ولامدة تساوي هذه القيمة إذن هذه القيمة تساوي هذه القيمة نحظول الآن لما نضرب ضرب تبادل طبعا اللي هي يعني نحظول عفوا عفوا أنا بدأ أرجع أنه الآن هذه القيمة هنا وضعناها هنا وهذه القيمة هنا وبالتالي الآن K على 4L تساوي 3L على 8K نضرب ضرب تبادل بطلع عند النتيجة هذه 12 L تربيع يساوي 8K تربيع بالتبسيط الآن L تربيع يساوي 2 على 3 اللي هي يعني 8 مقسم 12 تبسيط 3K تربيع نأخذ الجذر التربيع على الطرفين إذن تصبح L بالحالة هاي تساوي أقل من 1 صحيح اللي هي 81.65% من K معنى آخر يعني أنها وحدة العمالة تساوي أقل من وحدة رأس المال أقل من وحدة واحد من رأس المال ومن ذلك الآن نقوم الآن نقوم بالتعويض عن L في المعادلة 3 هذه المعادلة 3 إذا تتذكروا هذه المعادلة 3 الآن بدل L بضع القيم التي قضى حسبناها اللي هي L تساوي فاصلة يعني أقل موحص من رأس المال وبالتالي أي أن هذه هي القيمة ذكرتها اللي هي 100 الآن هذه 100 تصبح هنا 10 سالب هذه 10 سالب و L لاحظوا اللي تساوي فاصلة 81 68% من K ناقص الآن هذه تصبح هنا 20 K الآن ما عندي هذه المعادلة الواحدة إلا مجهول واحد وهو K ما يعني الآن بأن K النتيجة النهائية تساوي 3 فاصلة 55 0 50 6 هذه الآن قيمة K أعوض الآن قيمة K في قيمة L إذن هذه الآن L هذه L إذن الكمية التي تعظم الإنتاج من الكابتل والليبر هي كما يلي 3 فاصلة يعني بالنسبة للكابتل هي ثلاث وحدات فاصلة 55 لنفتر بدنا نقرب يعني 3 فاصلة 55 0 5 وهنا بالنسبة للعمالة هي فاصلة 2 2 89 89 تسعة تقريبا بناء الآن من نتأكل من أجل التأكل من صحة الجواب نقوم بالتعويض على القيم كما يلي هذه القيم الـ COUS C 100 تساوي 10 في كمية العمالة التي الآن اشتقيناها ناقص 20 في كمية رأس المال التي وصلناها يجب أن تساوي 0 فالتمثيل البياني الآن يكون على المحور الأفقي الليبر كمية العمالة على المحور العمودي بالنسبة أن رأس المال وهذا الآيسو COUS الآن الآيسو COUS هذا هو الآيسو COUS الآيسو COUS الآن يقول أنه إذا المنء المنشأ أنفقت كل الكلفة هذه المية على الليبر فتستطيع أن توظف بالحال هذه 20 وحدة الليبر وإذا وظفت كل الأموال على الكابيتل فتستطيع أن توظف 10 كابيتل لكنها تريد أن تعظم الإنتاج وبالتالي تعظيم الإنتاج فقط لا يتحقق إلا إذا اشترت فقط 2.89 من الليبر ف3.55 من الكابيتل ما يعني أن الآيسو هذا هو الأخضر هذا ويكون أكبر كمية إنتاج تحصل عليها إذا وظفت هذه الكمية من الليبر وهذه الكمية من كابيتل بكون Q 923.405 إذا وظفت طبعا هذا الكم من الليبر هنا نحظ الآن هذا الكم من الليبر وهذا الكم من الكابيتل هنا فاصلة ونكون بالحال هاي قد انتهينا من هذا المقطع راجيا أن يكون قد قدم الفائد النجوة وإلى بإذن الله تعالى قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته